مرحبا بكم أعزائي الطالبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الأول المتوسط المنهج الجديد درسنا اليوم اليونت الرابع الدرس الأول أنوان الدرس يوم لين الكسود قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك في قناة اليوتيوب فيجي الفيسبوك للإستاذ طاحسين ودرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الأول المتوسط نبدأ بالدرس يونت فور لسن وان اليونت الرابع الدرس الأول ليزي لينز داي يوم لين الكسول بالبداية يقول لي هاو ترممبر ورز هنا أنا منطيني نصيحة عن كيفية تذكر الكلمات أغلب الطلاب يعانون أنه ما يقدرون يحفظون معاني الكلمات أو إذا حفظوهم ما يقدرون يذكروهم لمدة طويلة فهن أنا داي يقول لي أنت أنطيك نصيحة تحفظ بها الكلمات وتبقى بعقلك لفترة أطول أولا شي يقول لي يقول لي اجمع هذه الكلمات على شكل مجاميع في دفتر الملاحظات for example على سبيل المثال you can collect عليك أو يمكنك أن تجمع nouns الأسماء the names of foods buildings الأسماء الأطعمة البنايات adjectives الصفات describe feeling places الصفات التي توصف المشاعر الأماكن إلى آخرهم adverbs الظروف that tell you how or how often do people do things التي تخبرك كم مرة كم بالعادة كيف يفعل ناس الأشياء يعني أنا مثلا عندي بعقلي حافظ مئة كلمة مئة كلمة باللغة الإنجليزية هذه المئة إذا أريد أحافظ عليهم أخلي مجموعات مثلا أقول food الطعام شن الكلمات اللي أنا حافظهن عن الطعام أجمعهن أسويهن بقائمة وراها الكلمات المتعلقة على سبيل المثال بالplaces بالأماكن شن الكلمات اللي أنا حافظها متعلقة بالأماكن وهكذا أنت لما نسوي هذا المخطط راح تخلي الكلمات تبقى بعقلك لفترة أكبر إن أنا مجرد يطيني نصيحة لحفظ الكلمات غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي اللي بعدها شي يقول لي يقول لي talk about what Lynn did yesterday تحدث عن ما فعله Lynn البارحة use the pictures and the adverbs from the box to make sentences استخدم هذه الصور وهذه الظروف اللي بالصندوق لعمل جمل هذا النشاط صفي الأستاذ يطلب من الطلاب أن يسوون جمل مثل الجملة اللي هو مسويها مثلا قال تقول he sang badly هو غنى بشكل سيء حسب الصورة الأولى قاعد يغني والناس زائجين من صوته فبالتالي هو من هو هو Lynn sang غنى الماضي sing badly badly معناها بشكل سيء قال لي إذا أنت تقدر أنت تسوي لجمل أخرى أول شي خلني جي مثلا على الجملة الأولى أو الكلمة الأولى نترجم الكلمات نحفظها أنقر لي معناها بغضب أخذناها سابقا نتعودين اليونت الرابع هو مراجعة لمواضيع اليونتات السابقة ماكو فيه رشي جديدين نتعرف عليه beautifully معناها بشكل جميل carefully معناها بحذر easily معناها بسهولة loudly معناها بصوت عالي noisely معناها بضوضائية politely معناها باحترام quickly معناها بسرعة quietly معناها بهدوء وسلولي معناها ببطء فهنا الأستاذ يطلب من الطلاب أن يسوون جمل حسب الصور يعني على سبيل المثال بهاي الصورة شن اللي سوى هذا لين أقول مثلا على سبيل المثال لين بهاي الصورة بحذر على سبيل المثال أو الى النوم معناها بهدوء أو أقدر أقول he went up the stairs carefully ذهب أو صعد على السلالم بحذر خاف يطلع الصوت وهكذا إذن مجرد طالب يباوى على الصور يستخدم ذن الكلمات اللي منطيه يابع على هذه الصور ويقدر يكون جمل بداخل الصف كنشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي لكن أذن كلمات حاولوا تحفظون معانيها إحنا سابقا حفظناها لكن إذا طالب لحد الآن ما حافظ معانيها يحاول يحفظها هنا أنا عندي ملاحظات قواعدية الملاحظات القواعدية طبعا إحنا ما أخذيها سابقا يعني مثلا وضحنا في موضوع المضارع البسيط أن من دلائل هذا الزمن هي ظروف التكرار الخمسة شنو ظروف التكرار اللي هن الالويز الالسومتايمز الالوفن اليوجولي الاليفر الالآخري هذه ما أخذيها سابقا دي الراجعة بهذا الدرس الآن يجب علينا معرفة موقع ظروف التكرار فيها الجملة حيث أن ظروف التكرار تأتي بموقعين أنت لازم دني ظروف التكرار الخمسة واحد اثنية ثلاثة أربعة خمسة هذن خمس ظروف تكرار لازم تعرف وين موقعين بالجملة أما بعد فعل الكينونة شنو نفعل الكينونة إحنا حاوضيهن اللي هي الـ is والآر والآم والوز والوير هذن إذا شفتهم بالجملة أقول موقع ظروف التكرار أو يكون موقع ظروف التكرار بعدهن كما في الأمثلة التالية يعني على سم المثال she is always happy شوف هنا الـ is فعل كينونة موقع ظروف التكرار وين إجاء بعده مثال آخر he is never late هو أبدا لم يتأخر لم يكن متأخرا is فعل كينونة جاء ظروف التكرار بعده إذن الموقع الأول لظروف التكرار بعد فعل الكينونة زينستاذ ما لقيت فعل كينونة بهذه الحالة شنو بهذه الحالة رح يكون موقع قبل الفعل الرئيسي يعني مثلا selwa always does شوفوا الفعل الرئيسي وينه does وين موقع ظروف التكرار إجاء قبله they often go وين الفعل الرئيسي go وين ظروف التكرار قبله إذن أما يكون هناك في الجملة فعل كينونة يكون موقع ظروف التكرار بعده أو فعل رئيسي يكون موقع ظروف التكرار قبله إذن أنا بعد أن عرفنا موقع ظروف التكرار الآن نتعرف على الصيغة التي ممكن أن تأتي في الامتحان التحريري حيث يعطي في الامتحان جملة ويطلب من الطالب أن يدخل أحد ظروف التكرار في الجملة لذا يجب أن نعرف موقعها لنضعم في مكانها الصحية يعني مثلا جابل بالامتحان جملة وقال لي بهذه الجملة أريدك تدخل لظرف التكرار always فأنت وين تريد تخلي ظروف التكرار أو وين المفروض تخلي ظروف التكرار بالبداية بالوسط بالنهاية الآن لازم تعرف موقعها عرفنا موقعها أما قبل فعل الكينونة أو بعد الفعل الرئيسي شون يعني كمثال قال لي مونة كوكس دينار باي هرسيلف شا قال لي قال أريدك تدخل لالويز على الجملة أنت مو تدخل لالويز على الجملة عشوائيا بدون ما تكون مكانها صحيح أول شي أجي أكو فعل كينونة دورت شون هو فعل كينونة العز وآر وآم وزوير لقيتها لا أستاذ ما لقيتها إذا ما لقيتها تروح على الفعل الرئيسي وين الفعل الرئيسي الكوكس يطبخ إذا لقيت فعل الرئيسي يكون ظرف التكرار قبله فاش رح أصير الجملة رح أصير تقول مونة Always كوكس شوف هنا الكوكس فعل الرئيسي إجمع ظرف التكرار قبله مثال آخر قال أريدك تدخل يوفين على الجملة وين الفعل الرئيسي الهاب وين موقع ظرف التكرار قبل الفل الرئيسي فأقول they often have breakfast اللي بعدها usual يدخل لها على الجملة شوف هنا الفعل وينها هادي أند مهدي آر كويت شوف اش لقيت هنا لقيت آر الآر هو أحد الأفعال الكينونة فيكون موقع ظرف التكرار بعدها فاش رح تصير هادي أند مهدي آر هذا فل الكينونة وظرف التكرار الجانب بعدها إذن تعرفنا على ظروف التكرار تعرفنا على مواقعهم تعرفنا على شون تجينا بالامتحان وشون نقدر نجاوب عنها الآن بعد ما انتهى الموضوع لأن أدنى فقط رح ثانية بالموضوع بعد الانتهاء من ظروف التكرار الآن نقوم بمراجعة ظروف الحال ظروف الحال كذلك ما أخذيها اللي تصف الفعل الذي قام به شخص معين يعني على سبيل المثال أقول هو يقود بحذر وين الفعل كيف يقود يقود بحذر إذن الظرف أبو الألواي لا تذكرون سميناه أبو الألواي الظرف أبو الألواي يصف الطريقة أو الفعل الذي قام به الشخص كيف يسوق يسوق بحذر إذن شون أعرف ظروف التكرار أما بإضافة ألواي شون أصبح ظروف تكرار أما بإضافة ألواي مثلاً أنجري صير أنجرلي أنجري غاضب هذه صفة أنجرلي بغضب هذه ظروف ليش ظروف؟ لأن بيها ألواي quiet هادئ هذه صفة quietly بهدو هذه ظروف شون أعرفتها ظروف؟ أو ليش قلت عنها ظروف؟ لأن بيها ألواي وهكذا أو بعض الصفات شاذة بعض الظروف شاذة شو تقول؟ هتقول good ما أضيفلها ألواي على موضة الصير بشكل جيد لا وإنما تتحول جذرياً لازم نحفظ ذكرناها نبدأه السابقة الصير well fast سريع تبقى على حالها fast سريع زيان وكذلك أوضحنا أن موقع هذه ظروف الحال يكون أما بعد المفعول به أو في نهاية الجملة يعني تيصل the test easily شوف هنا أنا جاني وين موقع ظروف التكرار أو ظروف الحال في نهاية الجملة هنا أنا وين موقع ظروف الحال بعد الفعل الرئيسي وهكذا إذن أما في نهاية الجملة أو بعد الفعل الرئيسي موقع ظروف الحال وأوضحنا كذلك أن تجي من المتحان يطلب من عندي أني أدخل نفس الفكرة أدخل ظرف الحال بالجملة الآن عندي كل هذه الملاحظات إحنا راجعناهن لسبب شن هو هذا السبب استاذ أنه هذا التمرين رقم واحد اللي هو صفحة 58 من كتاب النشاط تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري مثل ما هو يجيني يجيب لي جملة كاملة هالمرة ما قال لي يريدك تدخل لي Always ولا قال لي يريدك تدخل لي Well Always ظرف تكرار Well ظرف حال قال لي يريدك تدخل لي اثنينات بالجملة كل وحدة بالمكان المناسب إليها أنت حافظ مكاناتهم يعني Gwen does her homework Gwen تفعل واجبها البيتي أقول لك أريدك تدخل لي Well بشكل جيد Always دائما أول شيء Always وين مكانها ظرف التكرار وين مكانها أما بعد فعل الكينونة أستاذ ما لقيت فعل الكينونة إذن قبل الفعل الرئيسي وين الفعل الرئيسي هذا الداز إذن أقول لك Gwen Always Does صار مكان قبل الفعل الرئيسي زين ال Well وين يكون موقعها إما بعد المفعول به أو في نهاية الجملة ماك مفعول به إذن في نهاية الجملة Hair Homework Well صارت الجملة Gwen دائما تفعل واجبها البيتي بشكل جيد الجملة الثانية She walks to school هي تذهب إلى المدرسة أو تسير إلى المدرسة quickly بسرعة usually عادة أو غالبا usually هي أحد ظروف التكرار وين موقعها إما بعد فعل الكينونة أستاذ ما لقيت فعل الكينونة إذن قبل الفعل الرئيسي هذا ال Walk فعل الرئيسي إذن أخليها قبلها She usually زاعد الفعل اللي هو walks زاعد التكملة زين quickly وين موقعها ما لقيت مفعول به إذن أقول تسكول في نهاية الجملة تسكول quickly صارت الجملة أقول هي دائما أو غالبا تذهب إلى المدرسة بسرعة المرة الطانية بس never never ظروف تكرار وخال لي فعل الكينونة إذن موقع وين بعد فعل الكينونة أقول She is never noisy هي أبدا موضوضائية مثال آخر She sings beautifully often قل لي هي تغني المرة الطانية ظرف حال وظرف تكرار ظرف الحال وين موقعها نهاية الجملة ظرف التكرار وين موقعها قبل الفعل الرئيسي أقول She often sings beautifully هي عادة أو غالبا تغني بشكل جميل نقطة اللي بعدها She speaks to Lynn هي تتحدث إلى Lynn angrily sometimes sometimes ظرف تكرار angrily ظرف حال أجي ظرف التكرار وين موقعها قبل الفعل الرئيسي فأقول She sometimes speaks هي عادة أو بعض الأحيان تتحدث to Lynn إلى Lynn angrily angrily معناها بغضب موقع ظرف الحال في نهاية الجملة She does the washing up carefully وين موقعها قبل الفعل الرئيسي أقول she always does the washing up وين الظرف الحال في نهاية الجملة carefully هي عادة ما أو دائما ما تقوم بالغسل بشكل حذر أو بحذر هذا ما يخص تمرين رقم واحد مثل ما وضحنا هذا التمرين تمرين مهم جدا يجيب لجملة وينطين ظرف أو ظرفين ظرف حال وظرف تكرار ويقول يدخل ليها بالجملة احنا عرفنا باليونت الثالث والثاني موقع ظروف الحال موقع ظروف التكرار وعرفنا شون يجينا بالامتحان لما يقول يدخل ظرف الحال بالجملة وشون نقدر نجاوب عنها هالمرة دمجلي الموضوع بموضوع واحد وجاب ليها بسؤال واحد حاولوا تسجلون هاي الحلول بالدفتر وتحفظوها لأنها مهمة جدا بالامتحان التحريري ننتقل لا تمرين رقم واحد رقم اثنين وأخيرا والأخير شي يقول لي يقول لي write the words in the correct place اكتب الكلمات بالمكان الصحيح منطيني الكلمات المتعلقة بالطقص بالمدرسة بالجدول وبالحيوانات يقول لي على سبيل المثال كلمة autumn autumn معناها خريف هذه متعلقة بيمن والوذر اللي أقول لي autumn بيالوذر بيالطقص Christmas هيتعتبر من الجدول أو من جداو المواعيد عيد رأس السنة Christmas كلاودي غائم كذا عليك من الكلمات المتعلقة بالطقص كلاودي بعد crocodile التمساح من الحيوانات crocodile forecast النشرة الجوية من الكلمات المتعلقة بالطقص فأقول له forecast بعد fox ثالب هذا من الحيوانات أخليه مع الحقل الحيوانات half term نصف السنة أو نصف الكورس أقول له بالكلمات المتعلقة بالمدرسة half term holiday أطل من الكلمات المتعلقة بالمدرسة holiday من العطل المتعلقة بالمدرسة homework واجب بيتي كذلك من الكلمات المتعلقة بالمدرسة وهكذا January يناير الشهر الأول من الجدول active January بالحقل المناسب لها month شهر كذلك من الجداول الأوريكس هو من الحيوانات أوريكس frame مطر من الكلمات المتعلقة بالطقص semester كذلك من الكلمات المتعلقة بالسكول بالمدرسة semester معناها فصل دراسي September من الكلمات المتعلقة بالجدول وهكذا sheep الخروف من الكلمات المتعلقة بالحيوانات snow جديد من الكلمات المتعلقة بالطقص وهكذا term فصل كذلك من الكلمات المتعلقة بالمدرسة ويندي عاصف من الكلمات المتعلقة بالطقص wolf ذئب من الكلمات المتعلقة بالحيوانات هذا ما يخص تمري رقم 2 هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي مثل الملاحظة التي ذكرتها ببداية وقال لك إذا تريد تحفظ الكلمات سووها على شكل مجموعات هو المرة سوى الكياه لك على شكل مجموعات على مود يوضح لك إنه إذا تريد تحفظ الكلمات هي هاي أفضل طريقة تخيب تبقى بعقلك الكلمات على مود نتيجة تنساها هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم لاحظنا أنه درس بسيط جدا ببعض التمارين المهمة اللي هو تمري رقم 1 وراجعنا الملاحظات المتعلقة به لترتيب الصفات لظروف الحال لترتيب ظروف الحال أو موقع ظروف الحال وموقع ظروف التكرار ودخلهم بالجملة من الممكن تجيني أحد جمل هذا التمارين بالامتحان التحريري بسؤال القواعد ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤالة والسفسارة وظافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوها على حسابات الموجودة في الفيديو في الوصف